اللي هتكون يوم الجمعة لانه في وضع كده مش لطيف وإحنا مش عايزين بصراحة احتقان في مطشاط الرياضة وبالمناسبة الاهلي رايح يلعب في بلده التاني رايح المغرب والاشقاء في المغرب علاقتنا على أعلى مستوى على كل مستويات مصر والمملكة المغربية علاقة قوية جدا شعبين بيحبوا بعض جدا مفيش أزمة ولا متوقع بيه في أزمة على الإطلاق العلاقات هي الأبقى بيننا وبين أشقاءنا في المغرب نحن نتكلم احنا استقبلناهم هنا النادي الأهلي استقبل أشقاءنا في المغرب أحسن استقبال سواء الجمهور أو الفريق بالكامل وعضاء مجلس إدارة ورئيس النادي وكل مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي ده اللي هيحصل كمان مع النادي الأهلي بكرة الأهلي هيسافر بكرة إن شاء الله البعثة برئاسة كابتن محمود الخطيب وهيكون أكبر وأفضل استقبال أيضا للنادي الأهلي للأهلي يبقى الآن وأنا متأكد الأهلي مش الآن على الإطلاق ولا جمهور النادي الأهلي يكون عندهم أي مشاكل على الإطلاق ولا قلق احنا رايحين نلعب في بلدنا التاني المغرب والشعب المغربي شعب ومحب لينا وإحنا كمان بنحبهم جدا مش هيبقى فيه أزمات بسبب مباراة في كرة القدم مباراة هتخلص هنا وهنا احنا إن شاء الله نصعد مبروك هم صعدة نقولهم بالتوفيق إن شاء الله الأهلي وزي بقول لحظة الأهلي اللي عملها هنا هيقدر يعملها هناك تاني بقول ما تبقى أشأ الآن على النادي الأهلي ولا على لعب النادي الأهلي النادي الأهلي عنده هو الأفضل في إفريقيا واحد من أفضل أنديت العالم اللي عنده ترتيب متقدم جدا على مساء النيت العالم ما تبقى أشأ الآن زي بقول لك الألأ كله إنه فيه بعض الناس اللي ملهمش علاقة بهذه المباراة بيسخنوا بيسخنوا الأجواء بيقولوا كلام غير دقيق وكلام غير حقيقي بيفبركوا بعض الحاجات اللي ممكن تؤدي إلى تسخين الأجواء ولكن أنا تاني بقول هذا أمر غير مطلوب على الإطلاق احنا بنتكلم على الروح الرياضية بنتكلم على كرة قدم بنتكلم على العلاقات بين الشعبين بنتكلم على إنه الأجواء ومحاولة التسخين مش هتحصل مش هتحصل بمعنى كلمة السقة اللي أنا بقولها مش ممكن جمهور المغربي أبداً هياخد كلام بعض الناس اللي هما زي ما بقول كده يعني ليهم مواقف من نادي الأهلي هو حر ولكن ما يقولوش كلام يؤدي إلى السفزاز ويؤدي إلى إثارة الجماهير المغربية الشقيقة وزي ما بقول كده احنا في الآخر بنتكلم على مباراة في كرة القدم الأهل رايح بكرة وجمهور الأهل هيبقوا موجودين فيش أي مشكلة على الإطلاق محدش يبقى عنده أبداً هذه المخاوف السلطات المغربية بتعمل كل الإجراءات اللي احنا عندنا السقة الكبيرة فيها شقانا في المغرب توفير التأمين الكامل لبعثة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي ولدينا سفارة مصرية وسفير مصر موجود هناك عامل كل هذه الترتبات مع الأشقاء في المغرب وبالتالي ما يبقاش عندنا ألأ زي ما بقول الحالة اللي احنا شايفينها النهاردة من الصبح يعني شايفين حملات رهيبة جداً نتيجة لبعض التصرفات وانا بقولها غير مسؤولة من البعض وزي ما بقول غير مسؤولة انها بنتكلم على بتؤدي الى زيادة التعصب يا جماعة احنا بنتكلم على كرة قدم وزي ما قلنا قبل كده نفس التعصب والخلافات والروح الرياضية والحفاظ على العلاقات ما بين الاندي وبين الجماهير بشكل عام سواء جوة مصر أو برا مصر وده دور الإعلام الإعلام هو دوره كده وده بالمناسبة مساق الشرف الإعلامي وفيه كمان يعني محاولة إثارة الجماهير سواء جوة مصر أو برا مصر ده مخالف لمساق الشرف الإعلامي ومخالف تماما للدور الإعلام سواء في مصر أو خارج مصر احنا نتكلم تاني بقول عايزين دايما تكون هذين مباريات مباريات تحمل عنوان الروح الرياضية وزي ما بقول كده يعني كلنا نكون منتكلم بروح رياضية وخاصة لما أنا بتكلم على فريق يمثل مصر النادي الأهلي أمام فريق يمثل مملكة المغربية الشقيقة وزي ما بقول كده احنا رحين نلعب في بلدنا التانية الأهلي بيلعب في المملكة المغربية البلد الشقيق البلد العزيز علينا كلنا والشعب المغربي المحب لنا واللي احنا كمان بنحبهم تعالوا انتابع مع سعادة السفير ياسر عثمان سافرنا في المملكة المغربية اولا كل سنة وحرك طيب انتبال